ممكن تقول لنا لو عندك العدد في دماغك إجمالي عدد القطع اللي بيتم في السنة مثلاً بص لا فيه اتنين موديلز الموديل اللي شغالينا دلوقتي إحنا رقم رقم في السنة بناخد بيه بضاعة بلاش بلاس أمور مالية تانية لكن ده موديل تاني فيه موديل كده وموديل كده مش أعداد معينة يعني عندنا بالفلوس يعني مثلا بيجي لنا في السنة حناخد رقم X لبس زائد امتازات مالية بقى و بونسز وفلوس تانية حاجة لنا دي من مبيعات اللبس يعني مثلاً النهاردة التيشت للأهلي مثلاً بتباع في السوق ندل أهلي بيستفيد عشان كده أنا نفسي إن جمهور أهلي كون يفهم كويس قوي إن إحنا لما بيشتيري لبس الأهلي الأصلي دي حاجة بتفيدنا جداً كنا دي أهلي لما تاخد نسبة معينة ندل أهلي نسبة واضحة فيها من إجمالي الربح كمان عشان يعني مش حتى من النات يعني هو مثلاً لو خدع من إجمالي الربح بالزبط إجمالي أن أي فلوس بيتفعها أوتوماتيك الأهلي ليه جزء مان لكن لما بيشير لبس المضروب اللي في السوق بيدور ندل أهلي فأتمنى إن الجمهور يكون فهم القصة دي إن فيه لبس كتير أو مضروب فيه بيتجز على فيسبوك في ناس بيبيعوا في محلات في وسط البلد في بعض المحافظات طب بتقول لناس إيه هنا؟ يعني بتقول لهم روحوا فينا نهاردة عملنا بوست على فيسبوك البوست ده بيقول تيشت للأهلي تتباع في الأماكن دي وقريب هيبعي الأونلاين سطور بتاعنا فأتمنى إن جمهوري أهلي يكون ملتزم بالناس اللي إحنا وحطناهم على السوشيال ميديا عندنا علشان دول دي المنافذ الرسمية اللي عليها لطاقة من رسم أي منفذ غير دول ده منفذ بيبيعوا لابسه مضروب وبيدهور ق hebben كثيرี้